احنا على اي اساس يفعلنا بنختار المنتجات الزراعية اللي هيتم زراعتها؟ المنتجات الزراعية احنا بنختارها حسب احتياجاتنا المفروض ان حسب النيتز اللي موجودة لنا كشعب احنا عندنا محاصيل استراتيجية وعندنا محاصيل تصدرية بنبدأ ان احنا نرشد ونعمل ارشاد زراعي للمحاصيل اللي احنا نزرعها احنا عندنا طبعا الامحة هو مصروح استراتيجي مشروع يعني محصول استراتيجي عندنا الدورة عندنا المنتجات المحاصيل الزراعية الزيتية محاصيل استراتيجية الدولة بتشجع على زراعاته بالإضافة للمحاصيل اللي احنا بنصدرها يعني مصر حاليا هي الدولة الأعلى في العالم في تصدير الموالح احنا لدينا دور كبير دلوقتي وبقى لدينا ريكورد كبير في تصدير الفراولة وتصدير البصل عندنا يعني الحمد لله في تطور كبير في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية عظيم جدا التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية أعتقد أنه مكلف وما هو بالسهولة لكن إزاي بيتم إحنا عندنا معظم الأراضي في الدولة المصريها صالحة للزراعة إحنا مشكلتنا هي مشكلة في ندرة المياه وليست الأرض إحنا المقدر لنا من مياه النيل 55 مليار متر مكعب مياه من سنة 56 كان عدد سكان مصر ما يقرب من 25 مليون نسم إحنا حاليا تقريبا 105 مليون نسمة حصت مياهنا في النيل لسه الحمد لله زي ما هي ولكن الدولة المصرية أخذت فكرت برسندوق بمشاريع تحلية مياه الصرف الزراعي عندنا محطة بحر البقر بتنتج 5.5 مليون متر مكعب مياه يوميا محطة المحسامة بتنتج مليون متر مكعب مياه ودي المياه اللي ضخت في تلعة السلام لإعادة تعمير سيناء واستصلاح 450 ألف فدان في سيناء لأن سيناء مش هنحافظ عليها غير بالتعمير ومش هنحافظ عليها غير بالتنمية سيناء وده القيادة السياسية أخذت فيه خطوات كبيرة منذ سنوات عندنا حاليا محطة الحمام هي محطة الحمام هتنتج 7.5 مليون متر مكعب مياه ودي هتبقى الأعلى في العالم حاليا بحر البقر هي الأعلى وإحنا بنفس نفسنا في الكلام ده طيب ده عظيم جدا يعني إحنا التركيز فقط على الموارد المائية يعني الأرض كلها صلاحة لزراع وسكون نسمع بلكده مسألة أنه الأرض بتتقد لمجموعة من العناصر المعدنية بالنسبة للأرض الصحراوية طبعا بخلاف الأرض الزراعية مليون بالمية طبعا التربة والأرض مختلفة وليها أنواع في الأراضي التنية أو الأرض الصمرة هي طبعا بتبقى خزبة يعني بتحتفظ بالمية أكتر بتسمح بزراعة محاصيل زي الرز وزي الأمحة والدراء وهي جيدة يعني الأرض الصحراوية طبعا بخصائص التربة الرملية بيبقى تبقى فقيرة شوية من العناصر بتسمح بتسريب المية أكتر وده اللي الدولة بتحاول أنها تعمله بالطرق الجديدة واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة وتقنية المياه طبعا المشاريع اللي سيادة الرئيس فتحها البترو كيمويات ووفرت لنا الأزوت والأسمدة دي طبعا ساعدت كتير جدا في سد الفجوة في المغازيات أو الأسمدة الزراعية